معلومة يكذبها القرن الأول لتلاميذ المسيح معلومة يكذبها تلاميذ المسيح الذين كتبوا لأناس كتيرين ونشروا رسالة المسيح في كل مكان هل خرج التلاميذ لدعوة الأمم؟ هل سمع المسيح عليه السلام هو يقول هذا؟ هل هذا النص رغم أنه موجود في كل المخطوطات هل هو أصيل يعبر عن واقع الحال في زمن المسيح عليه السلام؟ لا ويليام باركلي في تفسيره ينقل لنا بأن هناك من الشراح في قرون أولى كان يظن بأن هذا لم يكن أن المسيح لم يقل هذا يقول وقد ظن البعض أن الأمر بالمعمودية لم يخرج من فم المسيح لكنه نظام اتخذه التلاميذ فيما بعد هذا كلام ويليام باركلي لم يحدد من هم هؤلاء الذين يرفضون أن يكون المسيح قد قال هذه العبارة التي وردت في خاتمة متى لكن أشجع منه الأب متى المسكين في شرحه لإنجيل متى يقول وأما العلماء البعض الذين أجملهم وليام باركلي هم العلماء أما العلماء الذين ينتقدون صحة هذه الإرسالية العظمى مع بقاء زمانها قبل سفر أعمال الرسل ثم يقول يذكر نصا مهما جدا يتحدث عن اتفاق جرى بين بولوس وتلاميذ المسيح جاء إليهم بولوس وعرض عليهم أن يقوم هو بدعوة الأمم وأن يتولوهم دعوة أهل الختان دعوة بني إسرائيل طيب إذا كنت سمعتم المسيح يأمركم بدعوة الأمم كيف تقبلون وتوافقون بولوس على طلبه إذ رأوا أن تمنت على إنجيل الغرلة اللي هم الأمم كما بطرس على إنجيل الختان هذا يدل على أنهم لم يسمعوا المسيح عليه السلام وهو يدعوهم لدعوة الأمم اشتركوا في القناة